احيانا وانت تركز على شيء واحد ومعين ومحدد وتركيز قوي جدا يخليك مبدع او يخليك متميز في مجالك حتى ولو كان هذا المجال مش كويس الراوي معكم اهلا بكم حدث مرة وانطلق رجل امرأة وتزوج غيرها وكانت مطلقة ولكن العشرة لم تكن مرضية للاثنين فحن الرجل لزوجته السابقة وحنت هي لرجلها السابقة وكان على هذا الحال مدة من الزمن حتى قال كلان على هم يبيتك انما بجنبيه من مس الفراش قروح على زوجها الماضي تنوح وانني على زوجة الاخرى كذاك انوح انه الاخطل وسمي الاخطل لصلاة لسانه او لطول اوذنيه اتذكرون اوذني الحاكم كبيرتان كاوذني الحمار قصة طويلة في كان يا مكان اشتهر الاخطل مع الفرزدق جرير بانهم الثلاثي الادبي الاشعر في العصر الاموي وكان له صولاته وجولاته معهما والكثير من المواقف الشعرية اذكر منها بانت سعاد ففي العينين مملول من حبها وصحيح الجسم مخبول فالقلب من حبها يعتاده سقم اذا تذكرتها والجسم مسلول هجى الانصار مرة ولم يعجب الكثير ذلك فاشتكوا فيه لمعاوية ومعاوية هم بقطع لسانه او تعذيبه الا انه مات قبل ذلك وحماه يزيد فصار نديما ليزيد وصاحبه وحبيبه فالتصق ببيت الامويين والخلفاء والملوك الامويين وصار ثالثة ثلاثة كما ذكرت الفرزدق وجرير وقبل موته اوصى احد الشعيرين بان لا يتوقف عن هجاء الاخر وله الكثير من الاشعار الحسنة والضاربة في اللغة رأيت لها وجها اغرف راعني وطرفا غضيضا مثله اورة الخبل وخدا اسيلا غير زغب مقذوه بمذهبة في الجيد قد فتلت فتلا فتلك التي لم تخطي قلبي بسهمها وما وترت قوسا ولا رصفت نبلا السلام عليكم